بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نكمل مع أبطال الميقات الإسلامية طلاب الصف الأول في مادة الحاسوب وصلنا يا أبطال صفحة أربعين كيفية التعامل مع النوافذ كيفية التعامل مع النوافذ احنا يا رابع يا أول عفوا حكينا عن النوافذ الحصة الماضية والأيقونات تمام؟ هاي تدعى شايفين الشاشة الرئيسية أول هاي يسمها أيقونة هاي يسمها نافذة عفوا هاي يسمها نافذة وهذه يسمها أيقونة هاي يسمها أيقونة هاي يسمها أيقونة ولكن إذا ضغطنا عليها فتحناها بتفتحنا نافذة هاي يسمها نافذة تمام؟ هاي هذه بسي أيقونة ضغطنا عليها صارت عندنا نافذة النافذة تبعتها هذه هي النافذة عند فتح أي أيقونة تظهر النافذة الخاصة بها تمام؟ إذن عند فتح أي أيقونة تظهر النافذة الخاصة بها طيب كيف يتم تحريك النافذة يا أبطال أنا بدأ أحكي لك يتم تحريك النافذة بوضع المؤشر على شريط العنوان الخاص في هذه النافذة هي شريط العنوان شباب شباب بنات هي شريط العنوان تمام؟ هي شريط العنوان يا أبطال نقوم بوضع المؤشر في شريط العنوان ونضغط بزر الفر الأيسر مرة واحدة بزر الفر الأيسر مرة واحدة ونقوم بتحريك المؤشر مع الاستبرار بالنقل مع الاستمرار بالنقر إذن كيفية أول نعيدها نقوم بوضع المؤشر في شريط العنوان وندغط بزر الفأرة الأيسر مع الاستمرار بالنقر وتحريك وتحريك الفأرة الأعلى والأسفل أو اليمين أو اليسار فيتم تحريك هذه النافذة تمام إذن نضع مؤشر الفأرة على شريط العنوان وباستخدام خاصية السحب والإفلات يعني النقر بزر الفأرة الأيسر مع الاستمرار بالنقر والسحب والإفلات أو التحريك ومن ثم الإفلات تمام فتتحرك النافذة أو تحريك النافذة طيب أنا بدي أغلق النافذة بدي أسكرها كيفية أول الكل بعرف كيفية إغلاق النافذة من خلال النقر على زر X الموجود في شريط العنوان هاي مكتوب عليه إيش مكتوب عليه Close إذن إغلاق النافذة بتضغط على زر Close بتضغط على زر Close هاي ضغطنا عليها هيك تم إغلاق النافذة طيب طيب خلينا نحكي نعاون نطلع على الكالكوليتر هاي الألة حاسبة هاي هالألة حاسبة بنضغط عليها هاي ظهرت عنا على الشاشة تمام نقوم بتحريكها بوضع المؤشر في شريط العنوان والتحريك مع استخدام خاصية السحب والإفلات اللي هو بتضغط كابس على زر الفر الأيسر وبتحرك اليمين اليسار وعند الانتهاء من التحريك نقوم بالإفلات تمام يا أول طيب وكيف يتم إغلاق النافذة هاي من خلال النقر على زر X عيدوا وراي من خلال النقر على زر X مش سامع يا أول من خلال النقر على زر X يتم إغلاق هذه النافذة هاي هيك أغلقناها تمام اتفرج على الكتاب صفحة 41 اتفرج على الكتاب صفحة 41 يا أول صل أو وصل بين مكونات النافذة واسمعوها المناسبة شريط الأدوات شريط الأدوات هاي بتكون مع الجزء الثاني من اليمين احنا مبلشي من اليمين بتكون مع الجزء الثاني شريط الأدوات تمام يا أول شريط الأدوات مع الجزء الثاني من تحت شريط العنوان مع الجزء الرابع من تحت شريط التمرير مع الجزء الثالث أسفل كما هو الأسفل وتحت وشريط المعلومات مع الجزء الأول نحن بلشين تحت من اليمين أول ثاني ثالث رابع شريط الأدوات مع رقم اثنين شريط العنوان مع رقم أربع من تحت شريط التبرير مع رقم ثلاث وشريط المعلومات مع رقم واحد تمام يا أول في سؤال لحد هون خلينا نشوف التحكم في النافذة خلينا نتفرج مع بعض كيفية التحكم في النافذة يا أول كيف بدك تتحكم في النافذة أو كيف بدك تتحرك النافذة تمام تتحرك النافذة تعلمناها طب كيف بدك تتحكم في النافذة عند فتح أي أيقونة هذه مثلا أيقونة هاي هاي ديس بي سي هاي شايفينها يا أول هاي إيقونةo or ah價وة او آقونة حصص محاوسبة او آقونة windows move maker أي أيقونة من هن إذا ب تفتحها وهي فتحنا آقونة سلة المحذوفات تمام عند فتحة أيقونة تظهر النافذة الخاصة بها هذه هي النافذة الخاصة بها هذه النافذة الخاصة بها استخدام أدوات التحكم في النافذة في عندك هذا الزر زر beetle x شو بعمل حكينا احنا قبل شوية أول علوا صوتكم إغلاق ممتاز زر إغلاق وهذا الزر اللي هو المربع زر التكبير أو زر زر التكبير والزر اللي بجانبه هو زر زر التصغير زر التصغير وعندكم واجب الأسئلة صفحة 43 اللي هو صل بين الزر والوظيفة المناسبة صل بين الزر والوظيفة المناسبة تمام؟ هذا مطلوب منكم صفحة 43 الواجب والصل ويعطيكم العافية أول وإن شاء الله الحس القادم منكمل مع الأبطال الميقات الإسلامية طلاب الصف الأول يعطيكم العافية واللي عنده سؤال بيسألني على الخاص ويعطيكم العافية